عصلي ما مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لوفي كيف ما تعودوا في كل يوم معنا أخبار وأحديث اجتداء ومتنوع على اليوم مش نحكيه على تهديد سامير ديلو لشعوب تونسية قلق الشعوب التي تقايد الحرية بالأمن تخسر كليهما اعتبر قيدي بحركة النهضة سامير ديلو يوم الاربعاث من تشؤوت 2021 أن التغذي عن التجاوزات بتعلط القطع مع ما فاته وتوسم الخير فيما هو ايتن تعبير انفعالي عبر وانطالة باهم يسيلش تمنروا حكم مشددا على أنه لن يبقى سواء المبدئية وعلى أنه من حق الشعوب الترحيبة بالتغيير تونم وقايفة الحرية بالأمن في إشارة ضمنية إلى إجراءات رئيس الجمهورية قيسة سعيد لـ 25 جوليها الماضي وما رفقها من قرارات تعلقة بالحد من حرية تنقل سيسيين ورجل أعمال وقوطات ونوب قل فيسدين وخميج مش مسؤولي وكتب هديله في تدمين نشر على صفحته بالفيسبوك استهلالا بقولة زعيم الجنوب الافريقي الراحل مانديلا ليس حرا من يهن أمامه إنسان ولا يشعر بإهانة حسوا بها أنتم الأحراري زي نحن مستنسين بالإهانة اللي تعلمناها من عندكم مرة أخرى والأرجح للأسف أنها لن تكون الأخيرة من يسقط أو يشعر بالتشفي إذا أما يتعرض له بعض النواب حسب موقفي من أنتم ما يتموينكم أنتم وقت اللي قاعدين يتعصفوا على الشعب وعملوا فيه وجوقوه وعريوه وما خليوا معهم ومتكلمتوش تولي تعصف صحة وش فيه التليف الكرامة تعصف تطبيق الإقامة الجبرية وهرسلة أو النهضة إقامة الجبرية دون تعليل أو ما تعرض له النائب الطيارة ويشمل قضاته السيسين ورجل أعمال منع من السفر دون تعليل يفقد أهم مرتكز القدرة على الإقناع المصدقية أو عليه أن يستبقى لحظة يكون فيها موضوع من ساكد على تجاوز بحقهم أما من يظنون أن موجة نعم ولكن أو إش أنفعنا الحرية وبش نفعتنا أو محصوب تمنوا بها أنتم الحرية فهؤلاء ذكراتهم قصيرة أو اتلاعهم محدودة أو أنانيتهم تغياء التطاغي عن تجاوزات بتعالة القطع مع ما فاتها وتوصم الخير فيما هو أيتن تعبيرا في عالي عبر وإن طالة ولا يبقى سواء المبدئية من حق شعوب الترحيب بالتغيير ولكن الشعوب التي تقايد الحرية بالأمن ستخسر كلاهما كل الحقوق لكل الناس بوهو هاكا زمان بينيتنا أما فمحطة مشكلة أنت هاكا كل مرة تبثلنا مع أنتا شوية سمم هاكا من سمك بكل تربية خاصة باللغة العربية فسحة بش منحسوجه لأنك يبدأ بالدرجة يكون أقوى لكن الحمد لللي شعب فيك ما تخافوش ما تنسيوش لايك واشتراك وبي باي باي